النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر للقلب قال ألا إن في الجسد مضغى هذا ما هو يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح سائر الجسد يعني هذا قلبه كانت بحسب ما يكون صافيا خاليا من الشوائب تسلم كل الجسد هذا الحديث الكل يحفظه أنا أجزم لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح سائر الجسد لماذا الحسد يخرج من العين أليس كذلك الغيبة يخرج من أين من اللسان وكذلك تسمعها بأذنك النميمة من اللسان الزنة من الفرج السرقة من اليد أليس كذلك الضرب باليد والقدم الآن أنا أتأكد وتأكد أنك فهمت معنى الحديث فكل عمل مشين تراه أمامك اعلم أن في القلب أذى يوجد في قلبه شيء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في القلب مضغى إذا صلحت صلح سائر الجسد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمك أيها الحاسد قلبك فيه خلل أيها النمام قلبك فيه خلل أيها المغتاب قلبك فيه خلل يا من تسمع الغيبة قلبك به خلل يا من تنشر فضائح المسلمين قلبك فيه خلل لهذا نحن لأسف أصبحنا أمة نعشق نشر الإشاعات أي خبر يأتينا بلا روية ولا تأني ولا حتى مصداقية ولا نعلم صدق الخبر وربما يكون فضيحة لمسلم نأتي وننشر هذا الخبر ويفرح به القاصي والداني كأننا ملائكة نمشي على الأرض كأننا ملائكة نمشي على الأرض الفرق بينك وبين من وقع في الخطأ أعيد الفرق بينك وبين من وقع في الخطأ أن هذا كشف سطر الله عنه وأنت ما زلت بستر الله ومن سترى مسلما ستره الله فإياك ثم إياك أن تخذل مسلما أن تكشف سطره لأن الله توعد الجزاء من جنس العمل وجزاء سيئة سيئة مثلها فإياك ثم إياك أنت تتعامل مع القيوم سبحانه فمن اعتدى الله عز وجل سخر له من يعتدي عليه لهذا إياك أن تنظر على أن ما تفعله من الجسد على أن القلب سليم أنا أعجب كل العجب أن حاسد يقول قلبي سليم لا لست سليم كل حاسد حقود كل حاسد حقود لو لا الحقد ما دفعك لتمني زوال النعمة لو لا الحقد ما دفعك قط لتمني زوال النعمة هل فهمت الآن معنى الحديث؟ كلنا يحفظ الحديث لكن للأسف لم نأتي على بينة شرح الحديث ألا إن في القلب مضغة؟ ولماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم مضغة؟ هل تفكرت يوما ما هذه الدقة في اللغة العربية؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في القلب مثلاً ألا إن في الجسد لحمة؟ ألا إن في الجسد كذا؟ ألا إن في الجسد قلباً؟ لماذا قال مضغة؟ كأن القلب يقوم بمضغ كل ما يدخل عليه تدخل الطعام الطيب يمضغ تدخل الطعام السيء يقوم بمضغه والجسد هذا يقوم بهضمه فمن أكل سماً ذهب جسده بالسم ومن أكل خيراً نمى جسده بالخير كأنك أنت تغذي القلب وهذه التغذية لقلبك تعود عليك برد عكسي على جسدك فمن سمع الغيبة ورضي بسماع الغيبة يدخل لقلبه الغيبة يمضغه القلب فيخرج الغيبة على لسانه فمن رضي بإدخال ما يغضب الله على قلبه عاقبه الله الجزاء من جنس العمل تخرج ما يغضب الله عز وجل شانه من جوارحك